حضرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من انتشار بعض الإيميلات الحاملة لروابط وبرامج خبيثة وقالت إن هناك العديد من المخترقين الذين يستغلون فيروس كورونا لجذب الانتباه بما يعرض أو ما يعرض جهاز مستقبل هذه الإيميلات والروابط للاختراق وأشارت إلى تطوير بعض المخترقين خريطة تحوي أماكن انتشار فيروس كورونا عالميا ووضع برامج خبيثة داخل هذه الخرائط داعية المواطنين إلى عدم فتح أي إيميل غير معروف المصدر أو أي رابط مشبوه إلى ذلك أكدت جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات انتاج أن الأردن يملك شبكة اتصالات وبنى تحتية قوية تغطي كافة مناطق المملكة بما يتيح الاعتماد على التكنولوجيا لإنجاز كافة المتطلبات الحياتية والمهنية والتعليمية في ظل ما يعانيها العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا